مبروك للنجم الكبير كابتن خالد بيبو مدير الكرة للنادي الأهلي وإن شاء الله لسه قدامنا كتير جدا جدا كاس السوبر وكلام كتير جدا عايز تقول مقارنة أنت أنا مش عاجباني بس تقول عاجباك عشان جوزيه أكيد معنا أرقام مقارنة ما بين كولر وما بين موسيماني وما بين جوزيه التلاتة هم الأكثر فوز في تاريخ النادي الأهلي في كاس عامل الأندية النهاردة مارسل كولر أصبح أكتر مدرب في تاريخ النادي الأهلي تحقيقا للفوز في كاس عامل الأندية عفكرة الجيل ده يعتبر عداكم كده يعاد يا سلام أنا كمان كان نفسي هذا الجيل يعاد الجيل بتاعنا في أنه هو ياخد ميدالية ده كان أكتر ده بأقولك إيه هو ده جيل ولا مش جيل ده أخد ثلاث ميداليات ياخد خمسة ومين اللي فتح الميداليات لا 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 تقبلش لا لا مهم فكلنا بنكمل بعض لكن نقصد إن لو كان هذا الجيل وجهة نظري كان يستحق شلوه هو كان يستحق إن هو ياخد ومارسل كولر كمان بصراحة على الأداية اللي بيقدمه ده كان يستحق ميدالية يعني هو كمان حقق أربع انتصارات وخسر ثلاثة من سبع مباراة لو نستعرض الإحصائية لأن كولر كسب أربع مباراة وخسر ثلاثة ومتعدلش ولا مباراة مسماني لعب ستة كسب ثلاثة خسر اتنين اتعادل مباراة منول جزئي لعب سبعة كسب اتنين خسر خمسة متعدلش ولا مباراة فإذن مارسل كولر أصبح أكتر مدرب تحقيقا للانتصارات في كاس عامل الآن ده معايا مقارنة تانية برضو مقارنة ما بين أداء النادي الأهلي في آخر أربع سنين وليه بنقول إنه كولر هو يعتبر بيقدم بصراحة كورة هجومية كويسة جدا وأداء تفوق على مدربين كتير بص حدك نبدأ الأول بـ 23 و23 و22 دي أركام مارسل كولر اللي هم السنتين الأخار أخذنا المركز الثالث والمركز الرابع السنة دي التالت والسنة اللي فاتت الرابع أعلى تسجيل أهداف مع مارسل كولر في البطلتين سجلنا سبع أهداف استيبال الأهداف السنة دي استقبلنا خمس أهداف السنة اللي فاتت استقبلنا ثمان أهداف تمريرات صحيحة في المباراة السنة دي 333 تمريرة السنة اللي فاتت 379 معدل المحاولات أنت بتقايم دايما قدام الفرق العالمية الكبيرة دي لما تروح على الجون على المرمى 14 و7 المحاولة والسنة اللي فاتت 15 محاولة يعني رينجي 15 محاولة في الماتش رقم كويس جدا الميزة بقى السنة دي ايه أن الفينش بتاعنا أحسن من السنة اللي فاتت معدل المحاولات الصحيحة 6 محاولات مقابل 4 و2 السنة اللي فاتت الشباك النظيفة السنة دي 0 مقابل السنة اللي فاتت أولا مرة شباك نظيفة السنة اللي فاتت 2 تمام السفر مقابل 2 نجيب بقى السنة اللي قبلها بتاعت موسماني وخدنا التالت في السنتين ولكن نبص على الأرقام هنلاقي السجل للأهداف السنة الأهل النادي الأهلي سجل خمس أهداف السنة عشرين وعشرين هدف واحد بس وخدنا التالت استقبل هدف هدفين وهدفين نسبة الاستحواس خمسة وخمسين وسبعة من عشرة ستة واربعين وسبعة من عشرة الشباك النظيفة هنا اتنين واثنين برضو المحاولات قد ايه بقى في البطلتين عشرين واحد وعشرين كانت 14 وثلاثة وعشرين وعشرين ستة محاولات بس معدل المحاولات الصحيحة ستة وثلاثة وواحد وثلاثة الشباك النظيفة اتنين واثنين يعني أركام مارس الكولر بصراحة بنقدم أداة كويس جدا الرتم سريع الضغط عالي فرض رتمك على الفرق فيه كمان احصائية مهمة جدا حصلت النهاردة تمن النهاردة امام عشور بقى تامن لاعب في النادي الاهلي معنا الصورة برضو تامن لاعب في النادي الاهلي ياخد جايزة رجل المباراة عبر التاريخ تمن لعيبة منذ نشأة الجايزة دي لان الجايزة دي مكايتش موجودة تسع مرات اللاعة دخلنا فيهم ها اه رقم واحد مروانة عطية مثلا اخدها قدام اتحاد جدة محمد مجدي افشا اخدها قدام سياتل سواندرز الامريكي محمد شريف اخدها قدام اوكلاند سيتي معنا الصورة هنلاقيها هم تمن لعيبة ايمان اشرف اخدها قدام الدحيل الكاتري ياسر ابراهيم اخدها قدام الهلال السعودي امام عشور النهاردة بياخدها قدام قراوة الياباني محمد الشناوي اخدها قدام بالمراس البرازيلي رامي ربيعة اخدها قدام منتيري المكسيكي تمن لعيبة من النادي الاهلي عبر التاريخ بياخدوا جايزة رجل المباراة في بطولة كاس عامل الاندية دي حاجة برضو تحسب للاعيب النادي الاهلي بصراحة زي ما اتكلمنا على رقم مارس الكولر ان هو اصبح اكتر مدرب يحقق انتصارات برضو الجيل الحالي لعبة الجيل الحالي ولعبة متنوعة كابتن ماهر ايمان اشرف محمد شريف مجدي افشة حارس مارمة حارس مارمة وسط ملعب مهاجم رقم 6 مروان عطية يعني متنوعة متنوعة كهرباء اللعيبة كلم فيهم لا لا تمام اللعيبة هو محمد شريف اللي قدام محمد شريف ومجدي افشة وطبعا امام عشور في وسط الملعب ومروان عطية فتحس ان فيه تنوعة النادي الاهلي دايما بيحطك في حتة مختلفة كمدرب كلعيبة صراحة يحسب يحسب للنادي الاهلي الحاجات اللي احنا بنشوفها دي بالنسبة للاركام والتفوق ده كمان يا كابتن ماهر النهاردة الاداء ممتع احلى بطولة قدمنا انا من وجهة نظري احنا حللنا كابتن اسلام مع بعض اربع بطولات اربع اربع عوام على بعض كلنا في الاهلي في المونديال اربع سنين واربع احلى اداء حللناه السنة دي صح بصراحة ككورة كاداء كضغط عالي حتى احنا كان نفسنا ناخد فضية كمان يعني احنا كنا نستحق بصراحة بصراحة كنا نستحق ان احنا نلعب منشستر سيتي في النهاية على الاداء كنا بنقفل ونلعب مثلا يعني ايام بيتسو موسماني طبعا مدرب كبير بس ايامه كنا بنلعب على ايه دفاع نلعب ضربة ثابتة تكتيكة اكتر النهاردة انت بتفرد رتمك على الفرق الوراوة الياباني ده مفروض ان هم ممتازين بالسرعات النهاردة احنا اللي كنا سراع احنا اللي كنا متفوقين احنا اللي بندغط احنا اللي بندستحوز احنا عملنا شوط اول من امتع المطشاط هنكمل كلامنا ولكن خلونا نروح نشوف ماذا قال كريم الدبيت